تحتل المدن الذكية أهمية كبيرة في برنامج الحكومة حيث تستهدف الوصول إلى زيادة عددها إلى 43 مدينة ذكية بحلول عام 2030 مقابل 38 مدينة ذكية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024 يأتي هذا الاهتمام في ضوء رؤية الدولة نحو إنشاء ما يعرف بمدن الجيل الرابع لتستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة المدن الذكية في مصر نقلة حضرية تستهدفها الدولة حيث أكدت حكومة مصطفى مدبولي في برنامجها استهداف نحو 43 مدينة ذكية مدن الجيل الرابع بحلول عام 2030 مقابل 38 مدينة ذكية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024 يأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة نحو إنشاء ما يعرف بمدن الجيل الرابع لتستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة حيث وضعت الدولة على عاطقها تغيير الخريطة العمرانية في البلاد وحل أزمات التكدس السكاني فضلا عن جذب استثمارات أجنبية حقيقية في هذا المجال وذلك في إطار تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في المدن القائمة والجديدة في هذا الصدد تضمن برنامج حكومة مصطفى مدبولي الجديدة الذي يستمر للمدة ثلاث سنوات خلال الفترة من 2024 إلى 2027 ويحمل شعار معا نبني مستقبلا مستداما تضمن البرنامج حزمة من الإجراءات لاستمرار النهج نحو التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع وفي مقدمة ذلك استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكانية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي ذلك إلى جانب التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل متقر ومستدام وتحويل محافظات الواجه القبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من أجل التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم في توفير فرص العمل وصبل الحياة الكريمة للمواطنين ويأتي السعي للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وتأسيس مدن الجيل الرابع والمدن الذكية